الإحصائية تقول أن أكثر من 90% بمن يشاهدون فيديوهاتنا بشكل مستمر ليسوا بمشتركين في القناة نرجو دعمكم من خلال تسجيل الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لم يهضم المغاربة سقوط فريقهم الجيش الملكي المغربي المتصدر للبطولة الاحترافية هناك بالمملكة عندما انقاد للخسارة بثنائية نظيفة ضد الاتحاد العاصمي هنا بملعب 5 جوليا لحساب ذهب ربع نهائي مسابقة كأسي كونفيدرالية الأفريقية وسط حضور جماهيري كبير ومميز صنع أجواء رائعة تحدثت عنها مختلف المواقع العالمية خسارة النادي العسكري أغضبت الجنرال المغربي محمد حرمو قائد الدرك الملكي بالمغرب والذي طالب المجلس الإدارية بزيارة النادي والرفع من معنويات اللاعبين مع توفير كافة شروط الراحة والتركيز قبل الدخول في تربوس مغلق تحضيرا لمواجهة الإياب ولأنها قضية دولة هناك بالمغرب فقد زار فوز لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم زار معسكر النادي هو الآخر لدات الغرض مع تخصيص منحة قالوا عن هذا سما في حال تجاوز الاتحاد الذي يعيش موسما صعبا في الدوري الجزائرية ورغم ذلك تمكن من الفوز على متصدر الدوري المغربي بثنائية نظيفة ترجمة نانسي قنقر